عاجل جدا في اليوم الغريب اللي كله حاجات غريبة ولسه الله اعلم كمان شوية ايه اللي هيحصل وفاة فريد الديب هنعرف مع بعض تفاصيل كتير او بعض المعلومات عن حياته وليه تم تسريب لحظة طلوع روحه بعض الشماتة المميتة في الوفاء وكمان فيه توقف خدمة الواتساب حاجات كتير في اليوم طبعا كان اشهرها طبعا موضوع الكسوف ويا طرح هنودي اولادنا المدرسة ولا مش هتودوهم وكلام كتير عندنا كمان وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عام صلاة الجنازة هتكون بمسجد السيدة زينب طبعا كان سبب الوفاء سرطان الدم الدم له كمية طبعا هو بقاله فترة طويلة قوي عيان وكل شواء كان بيطلع عنه خبر انه هو توفى خلاص راح المحكمة الالهية بعض الشماتة المميتة هيلقى من الله ما يصطحك على كل الحاجات اللي عملها ناس كتير جدا شمتانة ومع انه المفروض يعني احنا كمسلمين او كبني ادمين كمان مفيش حاجة اسمها شماتة في موت ولا في مرض مش احنا اللي هنحاسب ربنا هو اللي بيحاسب طبعا كان في الفترة الاخيرة تعرض لكذا وعكة صحية متتالية لدرجة انه هو اكتفى بكتابة المذكرات القانونية على الطعون المختلفة هو تولد في الالعة في مدينة القاهرة 23 اكتوبر 1943 بالمناسبة هو حافظ للقرآن بالكامل وبعد كده التحق بالحقوق سنة 1958 بعد كده كمل بوزارة العادل ثم بجامعة الدول العربية قبل ايام او قبل فترة قليلة هو قدم مذكرة الطعن على الحكم الصادر من المحكمة باعدام المتهم محمد عادل طبعا الواقع الشهيرة فتاة المنصورة نيرا اشرف بعد كده عمل اثارة كبيرة جدا للجدل من بعد امتهانه المحامى واستبعاده من النيابة العامة واكتر حاجة عملت جدل كبير هو موضوع نيرا اشرف باعتذر ودفاعه الكبير جدا جدا عنها كمان بنته النهاردة نزلت وقالت عيني التالتة راحت وسندي وحياتي وحبيبي ابويا توفى ادعوله بالرحمة وبالمغفرة كمية الشماتة اللي سمعناها النهاردة ان هو خلاص كده ربنا خلصنا منه ده طبعا مش من عادتنا ولا من دينا حرام يا جماعة ادعوله بالرحمة والعلى وعسى اكيد عمل حاجات بين وبين ربنا ممكن تخفر له حاجات كتيرة جدا كمان النهاردة بمناسبة اليوم بتاع الكسوف بتاع الشمس احنا بنعمل علينا واهم حاجة الصلاة يعني اكيد شفتوا فيديوهات كتيرة عن موضوع ازاي تصلوا صلاة الكسوف بتاعة الشمس انا بشكركم طبعا استنوا معنا هنعلن مع حضراتكم وهنجيب مع حضراتكم الجنازة وكل التفاصيل بتاعتها وكمان في اعلان عن وصيته يعني هنقول لحضراتكم مجمل الوصية الخاصة بي خلال الفيديو القادم وكمان ازاي نعاء مرتضى منصور ان هو ده يعني الكبير بتاع المحاماء النهاردة رحل ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا استنوا منا كل جديد بالمناسبة الناس اللي بتسأل على خدمة الواتسابية كانت في العالم كله وخلاص اعتقد ان هو رجع خلال الوقت الحالي انا بشكركم سلام